للعام الثالث على التوالي تنطلق فعاليات إسبوع القدس العالمي في مختلف المؤسسات والهيئات العلمائية الإسلامية في أنحاء العالم وتتزامن فعاليات إسبوع القدس العالمي مع ذكرى الإسراء والمعراج وذكرى تحرير بيت المقدس على يد القائد صلاح الدين الأيوبي بهدف توعية الأمة وربطها بقضية فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك من أجل حجد الطاقات نصرة للقضية في مواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني وفي بيانهم الذي أعلنوا فيه انطلاق الفعاليات أعرب علماء الأمة عن حزنهم العميق ومواساتهم لتركيا قيادة وحكومة وشعبا وللشعب السوري فيما أصابهما من كارثة الزلزال المفجعة التي أصابت الأمة كلها حين أصابت تركيا وسوريا الشقيقتين بحسب نص البيان ودعا علماء الأمة في بيانهم إلى أن تكون فعاليات إسبوع القدس العالمي لهذا العام متضمنة فعاليات للتضامن والإغاثة العاجلة للمنكوبين في الزلزال في تركيا وسوريا إلى جانب الانتصار للقدس والمسجد الأقصى المبارك مستنكرين في الوقت نفسه التعامل غير الإنساني والخزلان الدولي للمنكوبين في الزلزال في تركيا وسوريا لسيما في شمال غربي سوريا إذ كشف العالم الغربي مجددا عن إنسانيته الزائفة وازدواجية المعايير التي يتبناها في التعامل مع المنكوبين والمصابين والضحايا في العالم اليوم هي القدس المكلومة إذن تتعانق جراحها اليوم مع جراح تركيا وسوريا وتستنفر الأمة كلها لأجل هذه الجراح النازفة فالجرح واحد والألم واحد والأمة أمام تحدي كبير وهي تملك من المقومات ما يمكنها من مواجهته إن خلصت النوايا وتضافرت الجهود ترجمة نانسي قنقر